أهلاً الرحيم أبناء وبناتي طالبة وطالبات المدارس السنوية الزراعية التعليم القائم على الجدرات أهلاً وسهلاً بكم في لقاء جديد مع طالبة الصف الأول برنامج فني إنتاج محاصيل الحق إن شاء الله في اللقاء بتاع النهاردة هنستكمل ما بدأناه في اللقاءات السابقة وفي اللقاء السابق بالتحديد وهي مراجعة ما تبقى من الوحدة الأولى اللي هي وحدة تسميد الأرض قبل الزراعة كنا في الحلقة السابقة اتكلمنا على إن هذه الوحدة تشتمل على مخرجين اتنين المخرج الأول وهو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية وقلنا إن هذا المخرج ليه خمس معايير أنا بذكركم بهم علشان اللي ما حضرش معنا للقاء السابق المعايير الخامسة دولت أنت بتخضع للتقييم بتاعهم وعرضنا عليك بعض أدلة التقييم زي بطاقة الملاحظة اللي احنا بنستخدمها لجميع معايير المخرج بالكامل مخرج واحد اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية بذكركم بالمعايير بتاعته واحد يتبع قواعد السلامة والصحة المهنية اتنين يعد كومت كومبوست ثلاثة يضيف السماد العضوي إلى الطربة حسب نوع المحصول أربعة يضيف الكومبوست إلى الطربة وفقا لنوع المحصول آخر معايير اللي هو يستخدم التسميد الأخضر وقلت لك وأبنائنا وبناتنا أن هذه اللقاءات مهمة جدا جدا أنك انت تتبعها وقلت مهمة جدا جدا أنك انت تتابع خريطة عرض البرامج التعليمية على قناة النيل للتعليم الفني في برنامج في بيتنا مدرسة مهم جدا أنك تتابع يعني أننا بنساعدك على أنك انت تكتاز الجدارات بتاعتك وتكتاز المهارات اللي انت هتكلف بها أثناء التقييم وعلشان خاطر تكتاز من أول مرة وتبقى طالب جدير أكدت في اللقاء السابق أن طلبة الصف الثاني والصف الثالث من برنامج فني انتاج محاصيل هما معنيين بما نعرضه في حلقاتنا الخاصة بالصف الأول تقول ليه يا أستاذ أنا في سنة تانية وبتاع تالتة يقول لي أنا في سنة تالتة أنا ما لما الأولى أقول لك لا ما إحنا عندنا الوحدات بتاعتي كلها أنت مطالب بها تحسن تانية مطالب بالوحدات السابقة اللي كمتطلبات سابقة للوحدة بتاعته تحسن تالتة مطالب بجميع الوحدات اللي درسها في البرنامج علشان خاطر حينفذ أو حينفذ مهمة معينة هذه المهمة حينفذها مهاري وهينفذها في امتحان تحرير هذه المهمة بتكون في إحدى المخارج أو إحدى الوحدات أو أحدى من الوحدات التي اجتمع لليها المرنامج احنا معرفش هتبقى في سنة أولى ولا وحدة في سنة تانية ولا وحدة في سنة تالت يبقى هنا طالب سنة تانية يقعد يتابعني مهم جدا 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 وفرصة كويسة جدا لك أنك أنت تتذكر نفسك بالمعلومات آه أنت طالب جدير وآه أنت قضعت للتقييم وعديت وأدلة التعلم بتاعتك موجودة في ملف الإنجاز بتاعتك ولكن احنا بنذكر وبنقعد مع بعض تابع على أساس أنك أنت تتنك فاكر المحدات بتاعتك لما تنتقل من سنة أولى إلى سنة تانية ثم من تانية لتالتة ثم تخضع للتقييم النهائي يبقى أنت كده جاهز ويبقى أنت كده إن شاء الله مستعد أنك أنت تكتاز المهمة بالجدارة ويبقى حصلت على دبلوم المدارس السنوية الزراعية القائم على منظومة الجدارات هذا الكلام يعني إيه؟ يعني أنا لما بتحدث دلوقتي ما بتحدث سنة أولى وفقط لا ده المفروض أنا بتحدث لسنة تانية وسنة تالتة أيوة إنت عندك وحدات تانية بتاع سنة تانية وأيوة بتاع سنة تالتة عندك وحدات غير أولى وتانية ولكن أنتم مطالبين بكل الوحدات السابقة كمتطلبات سابقة للوحدة اللي أنت بتدرس وعليه؟ نبدأ معا إن شاء الله النهاردة في استكمال مراجعة مخرج اتنين من الوحدة الأولى اللي هي وحدة تسميد الأرض قبل الزراعة اللي احنا كنا بنقول فيها مخرجين اتنين المخرج الأول اللي هو يسمد الأرض بالأسميدة العضوية وخلصناها الحلقة السابقة وعرفنا إزاي بنتقيم فيه المخرج التاني اللي هو يسمد الأرض بالأسميدة الكيموية يسمد الأرض بالأسميدة الكيموية زي ما احنا هنشوف ان شاء الله على الشاشة المعروضة قدامنا فيها معيارين اتنين المعيار الاول اللي هو يضيف اسمدة العناصر الكبرى المعيار الثاني يضيف اسمدة العناصر الصغرى طيب أما نيجي نتكلم على واحدة واحدة كده المخرجة هذه اتنينة هو معايير الاداء بتاعته يتبع شوف ركز معي بقى يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الارض كيماويا اتنين يحدد انواع الاسمدة اللازمة حسب نوع المحصول انا بكلم كده في ابنائنا وبنتنا في ايه انا بكلم في معايير الاداء الخاصة بمخرج كام ها ركز معاي بمخرج اتنين لو تتذكر في مخرج واحد اللي هو كان يسمد الارض بالاسمدة العضوية كنت بكتب هنا كام هنا كل نون الاخضرة كنت بكتب هنا ايه واحد 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 وهكذا هنا انا نقلت واحد دي بقى اتنين اللي هو ايه مخرج اثنين يبقى مخرج اثنين معيار واحد فيه اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة الكونية بيقول ايه المعيار الأولاني يتبع معايير السلامة والشحة المهنية عند تسميد الأرض كيموية معيار اثنين يحدد أنواع الأسمدة اللازمة حسب نوع المحصول معيار ثلاثة يحسب كميات الأسمدة المختلفة لنوع الأرض والمحصول حسب تركيز العنصر الفعال معيار أربع يضيف أسمدة العناصر الكبرى وفقا للتوصيات معيار خمسة يضيف أسمدة العناصر الصغرى بالتركيز المطلوب وفي الوقت المناسب معيار ستة يستخدم آلات التسميد حسب نوع السماد بطريقة سليمة وآمنة أبنائي وبناتي أنا بذكركم مبربط دلوقتي ما بين معايير مخرج اثنين ومعايير مخرج واحد معايير مخرج واحد كان خمس معايير معايير مخرج الاثنين اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية ست معايير استعرضناهم مع بعض ونبدأ مع بعضنا معيار معيار علشان خاطر يبقى أنت تكتسب المعارف والمهارات اللازمة لأداء هذا المعيار حسب معايير الأداء المطلوبة لكي تكون طالبا من الطالب جدير أو واحد يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض كيمويا وأنا خلاص اتفأت معاك أني عندي فيه مدموعة من الأدوات والتجهيزات اللي أنت لابد أن تستعين بها إحنا ما بنكلم على تسميد الأرض بالأسمدة الكيموية أنا عرضي لك هنا في جزء من الشاشة هذه الصور وقدام منها أدواتها قدام منها شنطة إسعافات قدام منها جلافز أو جوانتي فيه نظارة علشان تحميك من التاع شو بص بقى المزارع ده هل المزارع ده كده بيتبع معايير السلامة والصحة المهنية؟ لا طبعا ده الراجل ده وشه مكشوف عينه مكشوفة مهمة أوي 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 أنك تركز أبناء وأبناتي وأنا حبيت أعرض عليك هذه الصورة عشان تشوف شوف اتجاه السماد إزاي طالع مده فين؟ راجع لورا هو يعني هو الراجل ده كمان ماشي حكس اتجاه الريح طب السماد ده لو تطير لفوق كده هيجي فين؟ هاي هيجي على عنين وهيجي على جسمه وبالتالي هيعرض نفسه لإصابة بالأمراض أو إصابة جلده بأمراض لا نعلم مداها يبقى هنا هنا مطلوب أن أنا أتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض كلموين زي ما أنت شايف في الصورة اللي قدامك وبأكد عليك وحبيت أنك أنا أعرضها قدامك علشان خاطر تبقى فاهم أن هذا اسلوب خطأ حضرتك لو أنا ديتك كمية من الأسمدة الكيموية وقلت لك لو سمحت أنا عايزك توزع هملي في قطعة الأرض اللي قدامك ديت في الأرض المخصصة للجدرات وقمت انت واخد من الأسمدة وقلت لي يا أستاذ أهم حاجة أن أنا أوزع بانتظام أقول لك آسف أهم حاجة أنك تكتبع وعايير السلامة والصحة المهنية أهم حاجة تلبس في إيدك واقضة دا أو لابس زي دا أو شو أنت وبعدين تلبس أفرول زي دا كده شوف الراجل دا كده الراجل دا معايير السلامة والصحة المهنية متكاملة عنده لابس هو ضغطاء رأس بتاعه ودي ماسك هوت ودي ننظارة موجودة يبقى كده تمام تمام يبدأ الراجل دا في عمله دون أن يعرض نفسه لأي مشاكل أثناء القيام بالمهارة أو أثناء أداء العمل بتاعه عرضت عليك كمان السلايد قدامك أو الشريحة اللي قدامك أو هذه الصورتين عشان تقارن منه بصت كده أبناء وأبناتي أنا بعرض عليك الصورة دا مش عشان تشوف إزاي الراجل بيعمل العملية لا أنا عندي الراجل هو بيؤدي وبيؤدي صح ودي التاني هو بيؤدي وبيؤدي صح أيهما هنا يتبع معايير السلامة والصحة المهنية بركز معاي حاجة بسيطة خالق طبعا دا غلط ما بيتتبعش وبالتالي أنت لو عملت كده قدامي أثناء التقييم حتى لو في سنة تالتة في التقييم النهائي وقلت لك خد كمية الكماو دي أو كمية السماد العضو الكماو دا هوت وانصرهم لي في الأرض وجيت مسكهم بالشكل دا كده أقولت لك لا يا باشا هذا المعيار أنت غير جدير فيه ويلزم أنك أنت تعيد تقييمك دا علشان كده بقول أبنائي وبناتي أما بنيجي نتكلم على معايير السلامة والصحة المهنية لازم أكد على أن هناك أدوات هذه الأدوات لازم أن أنا أتبعها أثناء أدائي للمهارة بالشكل دا كده خطأ هذا الراجل معرض نفسه إلى مشاكل وإلى أمراض طب المطلوب إيه؟ المطلوب إن أنا ألبس زي ما أنا شايف كده في إيدي إيش هو أنت؟ علشان خاطر أحمي نفسي تقول لي يا أستاذ مهودة مش مادة سمة أقول لك مش مادة سمة ولكن أول معيار عندي من معايير الأداء في مخرج اتنين يتبع معايير السلامة والصحة المهنية وعليكم أبنائي وبنات إنك أنت تنفذ هذا المعيار على حسب معايير الأداء المطلوبة وبالسلوك المطلوب يبقى دا صح؟ دا خطأ نجي نتكلم على يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية المعيار الثاني اللي هو يحدد أنواع الأسمدة اللازمة حسب نوع المحصول طيب هو أنا عندي أسمدة كتير طبعا عندي أسمدة كتير أنا بتكلم في إيه أبنائي وبناتي نتكلم في الأسمدة الكيموية وطالما بتكلم في الأسمدة الكيموية يبقى بتكلم في أسمدة مصنعة الأسمدة بتتسمى على حسب العنصر الفعال فيها فهناك أسمدة أزوتي وحنقول أمثلة له وهناك أسمدة فوسفتي وحنقول أمثلة له وهناك أسمدة بوتاسية وحنقول أمثلة له كل هذه الأسمدة أسمدة كيميائية مصنعة طب الأسمدة الأزوتية دي سمتها ليه بالأسمدة الأزوتية تقول لها أن العنصر الفعال فيها هو الأزوت وهو معنصر من العناصر الكبرى زي إيه؟ زي سماد اسمه سماد اليوريا سماد اليوريا ده خد بالك معايا وركز أوي 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 والمفروض أنت يبقى معاك نوتس كده صغيرة وآلم علشان تسجل بعض المعلومات لأننا قلت لك أن منظومة الجدارات علشان تبقى جدير وتكتسب الجدارة يبقى لازم تكون عندك إيه؟ لازم تؤدي المهارة بشكل جيد وعلشان تؤدي المهارة لازم يكون عندك معلومات يبقى أنت تكتسب المعلومة والمعارف الأول وبعدين تؤدي بها المهارة حسب معايير الأداء علشان تكتسب الجدارة وعلشان كده بقولك لو معاك نوتس كده صغيرة تقول أن الأسميدة الكيموية منها أسميدة آزوتية العنصر الفعال فيها الأزوت مثل سماد اليوريا الاسم التجاري بتاعه كده سماد اليوريا 46% مهم قوي تركيزه العنصر الفعال علشان خاطر بعد وقت بسيط جدا هنحتاجه ونعمل عليه عملية حسابية بسيطة انت هتحبها وحتلاقي نفسك انت مبسوط قوي لما تعرف ازاي تحسب كمية الأسميدة المطلوبة على حسب معدلات التسميد ووفقا للتوصيات الفنية لأي محصول أما نرجع تاني نتكلم على أنواع الأسميدة الكيموية بنقول أن هناك أسميدة آزوتية زي اليوريا 46% زي سلفات النشادر زي نطرات الأمونيا تقول تقول لي الله ايه دا كل؟ أقول لك كل هذه الأسميدة أسميدة آزوتية ولكن تختلف فيما بينها في تركيز العنصر الفعال اللي هو الأزوت بمعنى إيه؟ بمعنى أن أنا لو أنا مطلوب لي دلوقتي أن أنا أسمد بسماد أزوت وما فيش عندي في المخزن يوريا أو مسألة أمين العهدى بتحدي أو أمين المخزن عندك نطرات أمونيا؟ يقول لي عندي يا بش مهندس يبقى تمام ولكن هنا هلاحظ أن نسبة تركيز العنصر الفعال ما بين اليوريا وما بين نطرات الأمونيا طب ما عنديش نطرات أمونيا أدور في سلفات نشادر؟ نعم في سلفات نشادر بش مهندس طلع لسلفات نشادر ما هي برضو من الأسميدة الآزوتية يبقى الأسميدة الآزوتية هي من الأسميدة العناصر الكبرى من الأسميدة الكيموية المصنعة وهي أسميدة تحتوي على عنصر الأزوت وتختلف تركيز عنصر الأزوت في هذه الأسميدة من نوع إلى آخر الأسميدة الفوسفاتية مثل صوبر فوسفاتي الكلسام المحبب اللي هو السلاسي أو صوبر فوسفاتي الكلسام الناعم اللي هو الأحادي يبقى هنا عندي صوبر فوسفات فيه مركب وفيه أحادي وعنصر الفعال فيه الفوسفات العنصر الفعال الفوسفات ده بيختلف من سماد إلى آخر قد يكون 15.5% وقد يكون 21% وانا هنأكد عليك يعني ايه في المية؟ يعني ايه عنصر الفعال؟ تسجيز عنصر الفعال في السماد مهمة قوي أنك تعرفه أبناء وبناتي علشان خاطر حنحتاجه في عملية حسابية بسيطة من الأسميدة البوتاسية سماد سلفات البوتاسيام سلفات البوتاسيام ده من الأسميدة البوتاسية العنصر الفعال فيها هو البوتاسيام دي أسميدة العناصر الكبرى فيها عند أسميدة عناصر صغرى هنأجل الكلام فيها لبعدين نرجع تاني مرجوعنا إلى المعيار بتاعي اللي هو المعيار التاني الموجود قدامنا دلوقتي اللي احنا هنشوفه اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية اللي هو يتبع معايير السلامة والصحة المهنية ونشوف بعد كده المعيار التاني اللي هو يحدد أنواع الأسمدة اللازمة على حسب نوع المحصول طيب يا ترى لما نيجي نتكلم على الأسمدة زي ما أنتوا شايفين أبنائنا وبناتنا أنا قلت لك إنه عندي أسمدة كتير جدا زي ده شوف السمات كده يقرأ معايا كده سمات سلفات النشادر عشرين وستة من عشرة في المية يعني تقريبا عشرين في المية طيب هذا السمات من الأسمدة الإيه؟ من الأسمدة الأزوتي بص كده السمات ده نطرات النشادر تلاتة وتلاتين في المية ركز معايا ركزوا معايا أبنائنا وبناتنا عشان كده قلت لك إيه؟ هتنوتس كده صغيرة عشان تسجل علشان خاطر تبقى راجل فاهم وعندك المعارف اللي تؤهلك إنك تؤدي الجدارة أو المهارة أو تكون جدير في هذا المعيار اللي هو يتعرف على أنواع الأسمدة لما جيب لك السمات ده كده على طول تقول لي إيه؟ تقول لي طب ما هو مكتوب يعني إيه؟ تقول لك طب نسبة العنصر فعال ست عشرين وستة من عشرة في المية ده سمات سلفات النشادر عندي نطرات نشادر تلاتة وتلاتين في المية عندي سمات اليوريا ستة واربعين في المية كل هذه الأسمدة أبنائي وابناتي شكلها تقريبا محبب زي الشكل ده كده يبقى أنا كده بوريك دلوقتي قدامك أهوة لما ييجو قدامك هذا الشكل قدامك أهو زي ما أنت شاف اللي أنا بعلم عليها بالماوس كده ده هوة ديت شكل السمات اليوريا أو النطرات النشادر أو سلفات النشادر ولكن سلفات النشادر بيبقى أنعم شوية وبيباته صغيرة شوية يعني ما بين زي حبات السكر الكبيرة ولكن لونها إيه لونها أبيض يبقى ديت يا جماعة دلوقتي قدامنا أبنائي وابناتي بعض أنواع الأسمدة الأزوتية سمات سلفات النشادر 20% سمات النطرات النشادر 33% سمات اليوريا 46% في أسمدة تانية في أسمدة تانية في عندي أسمدة فوسفاتية في عندي أسمدة بوتاسية سمات الأسمدة الفوسفاتية زي إيه شوف سمات الفوسفات الأحادي قد بالك يا بش مهندس ها ركزوا سمات الفوسفات الأحادي عندي أسمدة تانية هاي زي الأسمدة هاي سمات سوبر فوسفات الناعم طب هم مال إيه السلطين اللي أنا جبتهم دول سمات سوبر فوسفات الناعم بيبقى مسحوق بودر كده بودرة نعمة وده اللي هو والسوبر تريبل أو السوبر المحبب الشكل ده والشكل ده يبقى أنا لما أعرض عليك السلايد ده وأقول لك ده إيه يا ابني تقوم تقولي ده من أسميدة الفوسفاتية اللي هو السوبر فوسفات الكالسام المحبب أو السلاسي ده نفس الشيء نتنقل كده على جزء ده كده ده إيه؟ ده بوتاسيوم أهو إقرأ كده بوتاسيوم من ضمن الأسميدة الإيه؟ البوتاسي ده بوتاسيوم طيب وده إيه؟ بوتاسيوم شوف الأشكال بتاعت الأسميدة كلها أشكال هنا بقى شكل إيه سلفات البوتاسيوم نعم شكل إيه يعني زي السكر أو الملح طبعا إنت تيجي وأنا بقولك أن هون فيهم سماد اليوريا وأن هون سلفات البوتاسيوم تيجي إنت تيجي ما تيجيش بقى تقول لي إيه ده أنا دوء وأنت قلت لي زي السكر لا طبعا دي أسميدة إيه كيموية لما نرجع تاني للشريحة اللي قبلها أما نيجي نشوف الأسميدة الأزوتية أدي سماد سلفات النشادر 20% أدي سماد النطارات النشادر اللي هي 33% وأدي سماد الآيه أليوريا 46% وأدي شكل السماد هوت محبب حبيبات بتاعته بيضة واضحة أما ما نيجي نستعرف باقي الأسميدة أدي الأسميدة الفوسفاتية وأدي شكل الأسميدة الفوسفاتية وأدي الأسميدة البوتاسية بأشكالها المختلفة بالشكل بتاعته انت تقول لي يا أستاذ إزاي أنت جايب لي ده وجايب لي العبوة دي كده أقول لك تمام برافو عليك أنت طالب منتاز عندك ملاحظة كويسة جدا أنت دي عبوة يعني دي سائل يعني أنا ممكن أستخدم الأسمدة البوتاسية في صورة سائلة طبعا ممكن أستخدم الأسمدة البوتاسية في صورة سائلة وكمان ممكن أستخدم الأسمدة الفوسفاتية في صورة سائلة وكمان ممكن أستخدم الأسمدة الأزوتية بجميع الأسمدة المصنعة قد تكون سائلة وقد تكون محببة أو جافة نجي أتكلم على معيار ثلاثة يحسب كمية الأسمدة المختلفة لنوع الأرض والمحصول حسب تركيز العنصر الفعال أبنائي وبنات لابد قبل أن نستعرض هذا الصلاة يلزمني أن أنا آف معك وقفة وهنا وقت النوت الصغير أو الألم والورقة علشان خاطر أقول لك يعني إيه على حسب تركيز العنصر الفعال إحنا استعرضنا في اللحظات قبل كده أنواع الأسمدة وقلت سمات زي اليوريا 46% قلت سمات زي نطارات الأمونيا دي 33% أو سلفات النشادر 20% تقريبا يعني إيه؟ يعني إيه 46%؟ ويعني إيه 20%؟ ويعني إيه 33%؟ يعني أبنائي وبناتي أن كل 100 كيلو جرام من هذا السماد يحتوي على 46 كيلو أزوت ده بالنسبة لليوريا تاني تاني برحة خالص علشان مهم جدا علشان أنا ممكن جدا جدا وأنا قاعد معاك بختبرك أقول لك إيه؟ أنا عايز كمية من الأزوت عوالي 90 وحدة أزوت للأرض دي عايزك تجيبهم لي من كمية من السماد اليوريا احسب لي كده كمية السماد اليوريا تقول لي بسيطة خالص نسبة العنصر الفعال في اليوريا 46% هذا كلام جميل المطلوب إيه؟ 90 كيلو جرام أزوت تقول لي يا أستاذ كل مية كيلو بيدوني 46% يبقى التسعين هاخدهم من كم كيلو الطرفين في الوسطين عملية بسيطة جدا عملية بسيطة خالص خالص غاية في السهولة وإنت لما تتعلمها معايا كده هتلاقي نفسك مبسوط قوي 90% اللي أنا عايزهم على هنقول 45% مش 46% عشان تبقى سهلة معاك عملية الاختصار وبعدين أضربهم في مية تاني 90% اللي هي كمية العنصر المطلوب 90% واحدة على 45% اللي هي نسبة تركيز العنصر الفعال في السمات اللي هو اليوريا اللي أنا قلت لك أنا عندي سمات يوريا تقوم تقول 90% على 45% فهدت 2% يدين 2% في كم؟ في مية يبقى أنا عايز 200 كيلو جرام سمات يوريا علشان أبقى وفرت لهذه الأرض احتياجاتها السمادية وفقا للتوصيات الفنية لهذا المحصول كلام جميل طيب لو أنا بقولك أنا عايز 60 وحدة أزد من سماد سلفات النشادر تقول لي آه لأنا فاكر كويس جدا يا أستاذ أن نسبة العنصر الأزد في سلفات النشادر 20% هي 26 من عشر هنقول 20% وأنا عايز كم؟ أنا عايز 60 وحدة يبقى هنحتاج كم كيلو؟ خلاص قلنا كل 100 كيلو بيديني 20 وحدة أزد يبقى الستين وحدة هيحتاجه كم كيلو؟ هاخدهم من كم كيلو؟ خلاص عرفت ستين على عشرين في مية ستين اللي هي الكمية الوحدات العنصر الفعال المطلوبة ستين على عشرين اللي هو نسبة تركيز العنصر الفعال في السماد اللي أنا قلت لك ما فيش غيره اللي هو السلفات النشادر يبقى ستين لما سمهم على عشرين يبقى ثلاثة ثلاثة بضربها في كم؟ في مية يبقى 300 كيلو جرام بسيطة عملية بسيطة خالص ومهارة كميلة لما تبقى مهندس زراعي وتبقى فاهم لو أنت سألت بقى مزارع يقول له هو الفدان بيأخذ كم كيلو يقول لك أنا ما أعرفش الكيلو أنا أحط الفدان بالشكارة الفدان بيأخذ كذا شكارة يبقى الفرق ما بينك وبين المزارع إنك أنت مهندس زراعي تعلمت في منظومة اسمها منظومة الجهدرات تقدر تحسب كمية السماد المطلوب حسب عنصر أو حسب تركيز العنصر الفعال فيه يبقى هنا أبناء وبناتي لما نرجع بقى تاني للصلاة علشان أعرض عليك بعض عنواع الأسمدة إزاي تحدد كميات المطلوبة منها يبقى أنت لازم تكون فاهم أنت بنحسب الكمية على حسب تركيز العنصر الفعال على سبيل المثال قدامي هو مطلوب لمحصول ما ركز بقى كده معاي ركز معاي عشان الموضوع بسيط وأنا حبيتش أكتب عندنا في الأستوديو فيه ممكن كنت أكتب لك لكن أنا حبيت أنت اللي تكتب وراي وحنعيد لك المعلومة مرة واثنين وثلاثة علشان أنت تبقى أنت الأداة اللي بتنفذ وراي ويبقى أنت مقتنع بمجهودك يبقى هنا بيقولك إيه مطلوب لمحصول ما تسعين كيلو جرام أزد احسب الكمية المطلوبة من سماد اليوريا شوف بس كده لا وسمات سلفات نشاد وكمان الرجل علشان يساعدك إدك نسبة العنصر الفعالة ستة واربعين في المية أزد ودك هنا نسبة العنصر الفعالة عشرين وستة من عشر في المية أزد كلام جميل يا سلام أنت عايز كام أنا عايز تسعين كيلو جرام لو أنا استخدمت سماد اليوريا يبقى كل ميت كيلو فيهم كام فيهم ستة واربعين كيلو أزد يبقى التسعين هاخدهم من كام كيلو أو بنقول تسعين على خمسة واربعين وبعدين بضربهم في مية خد بالكم ركز معايا أبنائي وبناتي مهم جدا هذا المعيار مهم أنك أنت تعرفه لأنك أنت حتقيم فيه وببساطة بالورقة والألم وبسرعة بشيء من التركيز خليك فاكر اللي إحنا بنعرضه عليك هو علشان تبقى أنت جدير في هذا المعيار إذا أريد منك أو إذا طلب منك أن تحدد كمية السماد على حسب العنصر الفعال وطلب منك كمية معينة من الوحدات ما بنقولش السماد بقى ركز معاي بنقول تسعين كيلو أزد ما قلتش تسعين كيلو سماد ليه لأن فيه فرق كبير جدا ما بين تسعين وحدة أزد أو تسعين كيلو أزد وما بين تسعين كيلو سماد لأن تسعين وحدة أزد مختلفة كليات عن تسعين كيلو سماد هنا الأزد نسبته ستة واربعين في المية يبقى علشان أقول كل مية كيلو من اليوريا بتديني ستة واربعين كيلو أزد أو كل مية كيلو جرام من اليوريا تحتوي على ستة واربعين وحدة أزد يبقى كمية سماد اليوريا المطلوبة بتساوي تسعين على خمسة واربعين في مية تسعين على خمسة واربعين تطلح كم أبناء أشطار ممتاز اتنين لما نقسم تسعين على خمسة تقول لي يا أستاذ يا أستاذ أحمد أنت قلتني هنا خمسة واربعين وهنا خمسة واربعين يا سيدي ما أنا بقى إيه ببسط لك الأمور لأن أنا أقول لك بعد كده تقريبا يبقى تسعين على خمسة واربعين في مية يبقى تتنين في مية بيساوي متين كيلو جرام من سماد اليوريا يبقى أنا لو أنا عايز تسعين وحدة أزد مطلوب كم؟ مطلوب متين كيلو جرام يوريا طب ما عنديش يوريا والراجل قال لك أنا عايز سلفات نشادر تقول لي بسيطة خالص سلفات النشادر نسبة العنصر الفعال في كام؟ ها عشرين في المية أهو عشرين في المية يبقى كمية سلفات النشادر المطلوبة تساوي تسعين خلاص عنا بقى فهمنا بقى وعرفنا تسعين اللي هي الكمية المطلوبة من العنصر الفعال على عشرين اللي هو نسبة تركيز العنصر الفعال في السماد في مية علشان يجيب لك إيه؟ يجب لك الكمية لأن احنا قلنا الاسمات بيحتوي على 46 في المية أو 20 في المية في المية دهية خلاص بنقولها 90 على 20 في مية 90 على 20 بيديني 4.5 لما تحسبها كده من غير ألا حسبة ولا حاجة خالص 4.5 في مية بيساوي 450 كيلو جرام من سمات سلفات النشادة أبنائي وبناتي يبقى أنا عندي لو 450 كيلو جرام سلفات نشادر يدوني نفسي معدل 200 كيلو يوريا طبعا يبقى أنت لو عندك في المخزن 200 كيلو يوريا هم بالضبط ما يحتوي عليه 450 كيلو جرام من سلفات النشادر من العنصر الفعال خلاص كده تمام؟ لاتما أنا عايز أؤكد على المعلوماتين بنقول بنحسب كمية السمات المطلوبة على حسب العنصر الفعال إذا كانت نسبة العنصر الفعال 46 في المية يعني كل 100 كيلو جرام من السمات بتديني 46 كي وحدة أزوت أو كيلو أزوت يبقى كمية السمات المطلوبة بتساوي 90 اللي هي الكمية المطلوبة على 45 اللي هي تركيز العنصر الفعال في مية يديني 2 في مية بتساوي 200 كيلو من سمات اليوريا أما إذا كان سماد آخر وليكن سلفات نشادر أو نطرات نشادر أو أي كان يعني لو قلنا نطرات أموني 33% هنقول إيه 90 على 33% طب هنا في المثال القدام سلفات يبقى 90 على 20% بيسهو 450 كيلو جرام مثال تاني عايزك بقى أنت إيه تكون شاطر كده وتحله معايا قبل أنا ما أقوله إذا كان المطلوب 30 كيلو جرام فوسفات فوق 2 من سماد صوبر فوسفات الكلسام اللي هو 15.5% ما جاهزا هنقول 15% فما هي كمية سماد الصوبر المطلوبة تقوله كل 100 كيلو جرام صوبر فوسفات الكلسام تحتوي على يعني بتديني 16 كيلو فوسفات تقريبا ممكن تقوله 15 أيوة 15 كيلو جرام تقريبا ما هيش تمام فوق 2 اللي هو الفوسفات عنصر الفوسفات اللي هو العنصر الفعال إذن الكمية المطلوبة بتساوي 30 على 15 يساوي 2 في 100 يساوي 200 هنا لاحظ بقى أن أنا ما أقول لكش تفصيلا زي كده خلاص أنت بقت شاطر عرفت أننا لما بأسم 30 على 15 بيساوي 2 2 في 100 يساوي 200 كيلو جرام وكده يبقى إحنا نفذنا المعيار التاني المعيار التالي اللي هو يحسب كمية الأسمدة على حسب تركيز العنصر الفعال يضيف أسمدة العناصر الكبرى وفقا للتوصيات قبل ما نتكلم على هذه المعلومة ونستعرض طرق إضافة الأسمدة أنا عندي طرق إضافة الأسمدة كنت قبل كده أوضحت لك أنه قد يضاف الأسمدة بطريقة التكبيش أو طريقة النسر شواء يدويا أو آليا وقد تضاف بطريقة الحقنة تحت الطربة تاني بقى تاني ماذا الفرق بقى بينك كمهندس زراعي وبين المزارة بتاعنا اللي هو اكتسب خبرته بالممارسة لا أنت هنا بتكتسب خبرتك بين أي من المعارف اللي أنت اكتسبتها ومن خلال المهارات اللي أنت تعلمتها ومن خلال آداءك لهذه المهارة على حسب معايير الآداء المطلوبة علشان تكتسب الجدار فرق كبير جدا ما بين أنك أنت تكون مهندس زراعي حاصل على منظومة أو تعلمت في منظومة الجدارات وبين أنك أنت تكون اكتسبت المعلومة بالممارسة يبقى لما نجي نتكلم على طرق إضافة الأسمدة تقول يمكن إضافة الأسمدة إما يدويا أو آليا طب نأخذ يدويا الأول إما بطريقة التكبيش والتكبيش ده بنحط تحت كل عنص يعني قدل نباته تحت النبات كده بنضيف جزء من السمات هذا الجزء يسمى التكبيش طب بيتم إمتى؟ بيتم في حالة المحاصيل التي تزرع على مسافات على خطوط طب لو كان نسر لا نسر ده بقى في حالة المحاصيل الكسيفة زي ما عرضنا قبل كده في اللقاء السابق المزارع اللي هو كان بيعمل عملية النسر في الأرض طب ممكن نضيف هذه الأسمدة بطرق أخرى؟ نعم يمكن إضافتها بطريقة الحقن تحت الطربة عن طريق غاز الآمونيا اللي هو يتم حقنه في الطربة ولكن مع التوصية علشان ما تنساش علشان دي ممكن تكون مصار منقشة ده للتساؤل شافه بينك وين المقيم بتاعك ولازم تكون واعي إيه ما ييجي يقولك إيه؟ هو أنسب معاد لحقن الطربة بالأمونيا قبل الزراعة بكم يوم تقوله يجب أن تكون حقن الأمونيا في الطربة قبل الزراعة بأربعة أيام تجنبا لتطاير الأمونيا لأنك إنت لو حقنت الأمونيا في الأرض وطرقت الأرض فترة إيه اللي حيحصل؟ حتى تطاير الأمونيا حتى تحاول إلى غاز المشدر وتتطاير يبقى كإنك إنت ما عملتش الأرض معاملة الأرض يجب أن تكون بالطريقة السليمة وما لإيه؟ ما إحنا بنقول أنت في منظومة تسمى منظومة الجدارات وقلنا أنك يجب أن تؤدي المعيار بسلوك أو المهارة بسلوك صحيح السلوك الصحيح اللي هو آداء الجدارة في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة وبشكل سليم يبقى لما يجي الأستاذ يقول لك إمتى بنحقن الأمونيا في الأرض قبل الزراع؟ تقول له قبل الزراع بأربعة إرياب ويجب أن لا تزيد المدة عن ذلك تجنبا لتطاير الأمونيا تقول لي ممكن أضيف الأسمدة الكيموية بطريقة الناس رئيمتى؟ تقول يمكن أضافتها بطريقة الناس ولكن في المحاصيل الكسيفة زي إيه؟ زي البرسي زي الأمع زي الرز الأرز يعني كل هذه المحاصيل تضاف بطريقة النثر أو البضار ممكن أضيفها بطرق أخرى طبعا ممكن أضيفها بطرق أخرى ممكن بطريقة الرش ممكن بطريقة مع مياه الري ومع مياه الري دي طرق إضافة الأسمدة نستعرض مع بعض كده طرق إضافة الأسمدة على حسب ما هو موجود قدامك في الصلاة الموجود قدامك ده بص كده معايا شوف الطريقة دي دي ما بيرشش مبيد ولا حاجة الموجود قدامنا ده اللي هو طريقة إضافة الأسمدة المختلف قد تكون تكبيش أو قد يكون ري قد يكون رش مع مياه الري زي ما أنتو شايفين كده على الشريحة الموجودة قدامنا المهم أنك تعي تماما طريقة إضافة السمات يبقى يجب أنه إحنا نفهم السمات بينضاف الزي وينضاف إمتى السمات الأزوتي سريع الزوبات يمكن إضافته قبل الري مباشرة وإذا كان غاز زي الأمونيا بيضاف أثناء الخدمة قبل الزراعة بأربعة أيام وممكن إضافته مع مياه الري ويمكن إضافته بالرش طب لو سماد سوبر فوسفاتي الأسمدة الفوسفاتية أو سماد عضوي لا بقى أنت لازم تكون واعي وفاهم وأدى أقراقي ومحترم تقول لي الأسمدة الفوسفاتية والأسمدة البلدية أو العضوية بتضاف مع الخدمة جميل برافو عليك تضاف إمتى؟ مع الخدمة يعني إيه مع الخدمة؟ يعني أثناء خدمة الأرض للزراعة يعني أثناء عملية الحرس بنضيف الأسمدة البلدية ويتم تقلبها مع الأرض أثناء عملية الحرس طيب ليه؟ إيه الحكمة أن أنا بضيف الأسمدة البلدية أو العضوية والفوسفاتية أثناء عمل الخدم لأنها تحتاج إلى وقت طويل للتحلم وليه ضمان تقلبها مع التربة أثناء عملية الحرس ندخل كده مع بعض على إشتراية الموجود قدامي اللي هي إضافة الأسمدة أسمدة العناصر الصغرى بتضاف أسمدة العناصر الصغرى بطريقة الرش أو بطرق أخرى كثيرة هنا يضيف أسمدة العناصر الصغرى في الوقت المطلوب وبالطريقة المطلوب زي ما احنا شايفين أبناء وبناتي عندي مجموعة من العناصر الصغرى اللي هي بتكون مطلوبة للنبات العناصر الصغرى مهمة جدا جدا لكي يتوازن النبات في نموه وفي إنتاجه مهمة جدا للتزهير مهمة جدا للإسمار والعقد مهمة أن تعي تماما أن العناصر الصغرى ليست صغرى لأنها بيحتاجها النبات بكميات قليلة ولكن مهمة جدا وتؤثر جدا على النبات لما نشوف مع بعض المعروض قدامنا على الشاشة ديت هي ديت هذه الصغرى بتوضح لي كمية من العناصر الصغرى كواء النحاس أو الزنك أو الحديد أو المنجنيز أو البروم أو المولبيديوم دي كلها عناصر صغرى يجب أنك أنت تكون فاهم كيف تضاف هذه العناصر للطرب لكن أنا همني لما رجعنا نشوف الشريحة اللي قبل كده اللي هي إضافة العناصر الصغرى بتوضاف العناصر الصغرى زي ما أنت شايف كده العناصر الصغرى هي حديد مانجنيز نحاس قرون زنك كل هذه العناصر قد تضاف بطريقة بتضاف بطريقة الرش هذه مطور كبير جدا آلة رشة هي يتم قطرها بوسط جرار ويتم معاملة النبات بهذه العناصر وقد تضاف بالرش بالطائر وقد تضاف بطرق أخرى هنا هذه بيتم معاملة النباتة هوت بالعناصر الصغرى وزي ما أنت شايف معروض قدامك مجموعة العناصر الصغرى اللازمة للنباتات وهذه مجموعة العناصر الصغرى قدامك هي لازم تبقى واضح قدامك أنك أنت تبقى فاهم أن العنصر النحاس والزنك والحديد والمانجنيز والبروم هذه العناصر من العناصر الصغرى التي يحتاجها النبات ليكتمل حياته نجي نتلم على المعيار الأخير اللي هو يستخدم آلات التسميد حسب نوع السماد بطريقة سليمة وآمنة طبعا آلات التسميد إما أن تكون الرشاشة الظهرية زي ما أنت شايف كده أو المطور أو آلات التسميد المقتورة كل هذه التسميد أو الرشاشة الظهرية كل هذه آلات يمكن استخدامها في التسميد بالسماد حسب نوع السماد بطريقة إيه؟ بطريقة سليمة وآمنة ده المعيار الأداء ده السلوك المهم جدا أن نحن نكلم على مش مطلوب منك أن أنا لما أجأ أقول لك أنا عندي مطور رشاشة هوة أو رشاشة ظهرية مطلوب أن أنا أعامل به هذه المساحة بوسط العناصر الصغرى لازم تلبس كده بالشكل ده علشان تبقى متابع لمعايير السلامة والصحة المهنية أو بالشكل ده كده علشان خاطر تقي جسمك من أي رزاز أو من أي أمراض ممكن تيجي عليك وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي أو مشاكل في الجلد نيجي نتكلم على الوحدة وحدة تسميد الأرض ونجمع بقى اللي إحنا قلناه كله في المخرج بتاعنا اللي هو مخرج اتنين علشان نبقى جمعنا كله ويبقى تجاوزنا هذه الوحدة علشان ندخل في الوحدة التانية اللي هي وحدة إعداد الأرض لزراعة قلنا أن يتبع معايير السلامة والصحة المهنية عند تسميد الأرض كيمويا محدد أنواع الأسمدة لزيمة حسب نوع المحصول يحسب كميات الأسمدة المختلفة لنوع الأرض والمحصول حسب تركيز العنصر الفعال وقلنا وكلمنا فيها بالتفصيل يضيف أسمية العناصر الكبرى وأنها بتضاف إما بطريقة التكبيش أو بطريقة النسر أو بطريقة البدار يضيف أسمية العناصر الصغرى بالتركيز المطلوبة في الوقت المناسب يستخدم آلات التسميد حسب نوع السماد بطريقة سليمة وطريقة آمنة أبنائي وبناتي نتنقل مع بعض دلوقتي في المعايير بتاعتي أو المطلوبة منك اللي هي مطلوب منك دليل تساؤل مجمع للمخرج واحد واثنين اللي هو المخرجين الاثنين وهو يضيف أسمية العناصر الكبرى ويضيف أسمية العناصر الصغرى أو دليل تساؤل شفوي للمعيار اثنين وثلاثة المعيار اثنين وثلاثة اللي هم إيه؟ بص أنا شوف أنا جبته لك معيار اثنين اثنين معيار اثنين ثلاثة يعني ايه اتنين اتنين مخرج اتنين معيار اتنين اللي هو ايه يحدد انواع الاسمدة اللازمة حسب نوع المحصول ده محتاج ايه محتاج تليل تساؤل شفوي يبقى انت حتوقف قدام المقيم بتاعك اللي هو استاذك ويسألك على انواع الاسمدة اللي احنا عرضناها عليك وانت اكتسبت المعارف اللازمة والمهارات اللازمة للتعرف على انواع هذه الانواع من الاسمدة سواء اسمدة اسمدية او بوتاسية او فوسفتية معيار التالتة ده هو يحسب كمية الاسمدة المختلفة لنوع الارض والمحصول حسب تركيز العنصر فعلا يبقى المعيارين ده هم تليل اتنين حيكونوا عن طريق دليل تساؤل شفوي ركزوا معايا بقى لان ده ملخص المخرج كله مخرج اتنين اللي هو بتكلم عنه يسمد الارض بالاسمدة الكيموية قلنا في عندي دليل تساؤل للمخرجين الاثنين بتوع الوحد احنا قلنا يضيف اسمدة العناصر الكبرى يضيف اسمدة العناصر الصغرى فيها دليل تساؤل كمان دليل تساؤل للمعيارين اتنين معيار رقم اتنين ومعيار رقم ثلاثة اللي هو يحدد انواع الاسمدة ويحسب كميات الاسمدة المختلفة دليل تساؤل استجواب في صورة اختبار تحريري للمعايير اتنين الى ستة يبقى هنا أبنائي وبناتي عندي معايير أدلة التعلم عندي هذه الأدلة عبارة عن دليل تساؤل إما أن يكون دليل تساؤل مجمع للمخرج واحد واثنين في هذه الوحدة اللي هو يضيف أسمدة العناصر الكبرى يضيف أسمدة العناصر الصغرى أو دليل تساؤل لشافة وللمعيار اثنين وثلاثة اللي هو يحدد أنواع الأسمدة اللي حسب نوع المحصول أو يحسب كمية الأسمدة المختلفة لنوع الأرض والمحصول حسب تركيز العنصر الفعال أو دليل تساؤل مجمع مجمع يعني إيه؟ يعني للمخرج رخم واحد والمخرج رخم اثنين اللي هو خلاص عرفناهم بها وخلاص حفظناهم اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية يسمد الأرض بالأسمدة الكومية كلًا في معاييره يبقى دلوقتي أبنائي وبناتي خلاص إحنا بقينا جاهزين وبقينا رحين دلوقتي الحصة اللي إحنا هنتقيم فيها فهمين أن عندي في الوحدة بتاعت يسمد الأرض بالأسمدة الكيموية ده هي فيها مخرجين اثنين اللي هو يضيف الأسمدة العناصر الكبرى ويضيف أسمدة العناصر الصغرى هذه المخرجات بجميع معاييرها أنا هنستخدم لها دليل تساؤل شافوي ودليل تساؤل تحريري ننتقل معا أبنائي وبناتي إلى نموذج موجود قدامنا هوت وأنا جايبه لك من دليل المعلم علشان تبقى إحنا الأمور واضحة قدامك بيقول إيه بقى ضع علامة صح وعلامة خطأ أمام العبرات الآتي ويجيب لك السماد العضوي شوف السماد العضوي يصنع من مخلفات المزرعة بطريقة معينة هو السماد العضوي بيصنع بيصنع طبعا السماد العضوي الصناعي اللي هو الكمبوست يصنع من مخلفات المزرعة بطريقة معينة على حسب معايير الأداء اللي احنا قلنا عليها قبل كده في الشغل بتاعنا طيب إيه تاني يقولك إيه يوصى برش العناصر الصغرى على النباتات يبقى هنا في وقت معين صح طبعا يسمح بخلط الأسمدة هنا بقى الخلط مهم جدا إن الخلط بيدوافر في خلط إن يكون المخلوط الناتج مخلوط جيد المهم إن أنا بعرض قدامكم دلوقتي أبنائنا وابنتنا مجموعة من أسف مجموعة من الأسئلة اللي هو دليل تساؤل شافوي بعد كده بننتقل إلى دليل تساؤل آخر يقولك دليل تساؤل للمخرج رقم اتنين أمامك أنواع من الأسمدة اليوريا سوبر فوسفات سلفات البوتاسيوم تعرف عليه طبعا خلاص إحنا عرضنا الأسمدة وإنت كده بتعرف وتفاهم وعندك المهارات اللي أنت تقدر تميز ما بين العناصر ما بين الأسمدة والأخرى ما نسبة العنصر السمادي الفعال في الأسمدة الأتية اليوريا نبعا 46% سوبر فوسفات الكالسام المركز والعادي العادي عندي 15.16% المركز بيكون 21% نطارات البوتاسيوم 33% نطارات النشادر 20% كل دي عبارة عن معارف إحنا عدنا عليها واكتسبناها وأصبحت بالنسبة لمهارة أننا أتعرف على نسبة العنصر الفعال أو نسبة تركيز العنصر الفعال ما أنواع الأسمدة المعدنية مع ذكر سمادين لكل نوع هنتكلم طبعا فيها بالتفصيل ما سبب عدم إضافة الأسمدة الأزوتية للمحاصيل البقولية ما هي أنواع الأسمدة الصغرى والتي تضاف إلى الأرض الأسمدة أسمدة العناصر الصغرى أو العناصر الصغرى هي العناصر التي تحتاجها المحاصيل بكميات قليلة ولكنها مهمة جدا جدا ومؤثرة على حياة المحصول حيث تعلعب طورا هاما جدا في التزهير وفي الإثمار وفي العقد يبقى هنا مهم جدا أننا نعي تماما أن أسمدة العناصر الصغرى ما هيش اسمها عناصر صغرى علشان خطر ما بيحتاجهاش النبات ولا مؤثرة لكن هي محتاجة بيحتاجها النبات بكميات قليلة ولكنها مؤثرة وتؤثر على النبات بشكل مهم جدا ومن هذه الأسمدة زي ما موجود قدامكم في الصلاة العناصر الموجودة أو السمادية عناصر صغرى منها الحديد والمنجنيز والزنك زي ما احنا شايفين كده هذه الأسمدة تضاف إما بطريقة الرش أو مع مياه الري أو عن طريق الرش باستخدام الطائرات المهم أن أنت تعرف أن هذه الأسمدة تضاف للنبات وهي مهمة جدا 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 ومن المطلوب أنك أنت تعرف أن هذه الأسمدة تضاف بتركيزات معينة يبقى زي ما أنت شايفين أبنائنا وابنتنا هذه العناصر أو عناصر السمادية الصغرى اللي هو النحاس والزنك والحديد والمنجنيز والبروم من عناصر مهمة جدا جدا للنبات والتي يمكن إضافتها للنبات بطريقة الرش زي ما احنا شايفين كده مع اتخاذ إيه بقى مع تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية لاستعنال هذه الأسمدة أثناء الرش ومش علشان خاطر سميتها ولكن علشان خاطر أن احنا نحمي نفسنا من هذه المبيدات يبقى احنا النهاردة أبنائي وابناتي في خلال هذا اللقاء احنا اتكلمنا على نقط مهمة جدا جدا وعرفنا معايير تقييم الوحدات بتاعتي لأن احنا لما نسترجع اللي احنا قلناه قلنا أن المخرج رقم 2 في الوحدة الأولى اللي هي وحدة يسمد الأرض بالأسمدة العضوية والمخرج رقم 2 يسمد الأرض بالأسمدة الكيميائية قلنا فيه مخرجين اتنين الوحدة دي لها مخرج يسمد الأرض بالأسمدة العناصر الكبرى يضيف أسمدة العناصر الصغرى وطبعا أنا قلت لكم وأكدت عليكم أن أسمدة العناصر الكبرى سميت هذه الأسمدة بأسمدة العناصر الكبرى لأن النباتات تحتاجها بكميات كبيرة وتؤثر على النباتات أو تؤثر على المحصول بشكل كبير يعني الأسمدة الأزوتية سميت أزوتية ليه؟ لأنها تحتوي على العنصر الأزوت كعنصر أساسي من هذه الأسمدة أسمات اليوريا وسماات نطرات النشادر وسماات سلفات النشادر ونطرات الأمونيا ونطرات الجير كل هذه الأسمدة أسمدة أزوتية أي وأسمدة أزوتية ليه أبنائي وبناتي؟ علشان خاطر لما تتسأل لأن دليل المطلوب هنا دليل تساؤل شفوي لما يجي المقيم بتاعك يقولك هذه الأسمدة أسمدة العناصر الكبرى تضاف للأرض بكميات كبيرة أو تضاف إلى المحاصيل بكميات كبيرة تقوله نعم على حسب التوصيات الفنية للمحصول أو على حسب الاحتياجات السمادية للمحصول نضيفك هذه العناصر السمادية الكبرى سواء أسمدة أزوتية أو أسمدة فوسفتية أو أسمدة بوتاسية على حسب المعدلات السمادية المطلوبة للنبات مع التوصية بعدم المغالاة في إضافة الأسمدة ليه؟ لأن هذه الأسمدة أسمدة كيموية مصنعة المغالاة فيها قد تؤدي إلى نتيجة عكسية أو نتيجة سلبية بمعنى أن أنا لما أجأت حط السماد أزدتي يطر أضيفه لإيه؟ وإيه هي أكثر المحاصيل احتياجاً له؟ هل المحاصيل البقولية؟ ولا محاصيل الحبوب؟ اسأل كده؟ جاوب؟ ها؟ استرجع معلومتك؟ طبعاً الأسمدة الأزدتية محاصيل الحبوب من أشد المحاصيل له على عكس محاصيل البقول لأن محاصيل البقول هي موجود عليها على جزرها العقد البكتيرية التي تقوم بتثبيت الأزدت الجو في الطرب وبناء عليه عند إضافة الأسمدة الأزدتية للمحاصيل البقولية تضاف على أنها جرعات تنشطية يعني جرعات تنشطية أبنائنا وبناتنا لما تتعرض لمثل هذا السؤال تقول له كرعات ليست أساسية ولكنها تزيد من كفاءة المحصول وتزيد من نمو المحصول قبل لو أنا زودت هذه الأسمدة الأزدتية للمحاصيل البقولية هتجيب نتيجة عكسية لأنها هتعمل على وقف عمل البكتيريا العقدية وبالتالي بنبقى إحنا قصرنا مصنع ذاتي مصنع رباني بيتم ربنا سبحانه وتعالى تزود به النبات بيعمل على تثبيت الأزدت الجوي في الطربة وبيوفر العناصر السمادية للأرض علشان كده جميع المحاصيل التي تنزرع عاقب محاصيل البقولية بتبقى محاصيل جيدة النمو ليه؟ لأن الأرض بها نسبة من العناصر الموجودة فيها نتيجة لتثبيت الأزدت الجوي في الطربة يبقى نيجي نتكلم على أسمدة العناصر الكبرى وأسمدة العناصر الصغرى تضاف إمتى؟ بتضاف إلى النبات في حالة احتياجه لها وعلى حسب المقررات السمادية وبكده نكون انتهينا من مراجعة الوحدة الأولى بالكامل بمخرجتها وعرفنا إزاها نتقيم فيها وعرفنا يعني إيه دليل تساؤل تحريري وعرفنا يعني إيه دليل تساؤل شافوي وعرفنا يعني إيه بطائة ملحظة وعرفنا يعني إيه بطائة مراجعة إلى لقاء قادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته